غريبة والله كلام كلام غريب جدا بسمعه زرعنا الرز في الفرفرة رز في الفرفرة وهزرع رز الاسبوع الجاي في المغرى المغرى جمعنا راح المغرى وقالوا ده احنا اتغلزنا فين ووقعنا فين رز في المغرى في الراملة وفي ظروف الماء الملحة اربعة الاف وستلاف جزء في المليون ورز في الفرفرة رز بالطنقيط كأن احنا بنقول ان احنا هل دي من علامات قيام الساعة والذي انجازات حقيقية اخدنا باسباب العلم فيها فحققنا انجازات يجب ان تحترم وتقدر بهذه الجوائز اصناف مصرية حد يصدق ان عندنا رز بسماتي مصري ده احنا كنا بنستورد منه كاما دكتور على الاقل مئة مليون دولار مئة مليون دولار كنا بنجيب رز بسماتي للجماعة اللي هم بتوع الفنادي والجماعة اللي بيأكلوا رز بالشوكة والافراح والمناسبات لانه رزنا المصري مينفعش في الافراح بيعجن فزرعنا البسماتي في مصر انتاجنا منه كام طن ده الفدان احنا عندنا اول مرة نسجل صنف بسماتي جزة 200 واحد صنف مصري بسماتي جزة 200 واحد من اصول هندية وباكستانية ولكن هيجيب كم طن يا دكتور هيجيب اربعة طن للفدان وبيتحمل كافة الظروف حين الاصناف الباكستانية اول مرة هجين بسماتي هجين بسماتي 11 مسجلين جوصل لخمسة طن للفدان معنى كده ان احنا نقدر لو زرعنا 100 الف فدان من الرز البسماتي وعندنا مضارب تضرب الرز البسماتي هل في مضارب ممكن اصرع الشيء وملائلش مضارب في تبني من الوزارة للاتجاهات الحلوة دي وبدأت في استجابة ان احنا يبقى فيه مستثمرين يخشوا على الخط وخصوصا ان احنا بنشتغل في مشاريع مع اكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا تعاون بين اكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا ومركز البحث الزراعية لتحقيق اهداف متكملة واللي نجاح في السياسة بحسية تطبيقية بحوث اسمها بحوث تطبيقية رغم ان البحوث ديات كمان طلع منها ناس مسجلين ماجستير ودكتوراه احنا بنسجل لناس ويقضوا ماجستير ودكتوراه علشان يساعدوا في العملية التطبيقية وفي نفس الوقت بنتبه مضطر اخطف المكرافون من حضرتك واروح للخطيب المفوه الاساس الدكتور باسيوني زايد اللي نجح في زراعة الرز في ظروف الجفاف بالطنقيد في الرمل محدش يصدق الكلام ده هو حضرتك طبعا عشان يعني اكون صادق مع حضرتك احنا عملنا التجربة في السنة اللي فاتت في موقعين وعرضناها هنا اه واخد بس موقعين احدهم في العالمين والتاني في منطقة اسمها منطقة اللحوم في محافظة البحيرة منطقة اللحوم في محافظة البحيرة طبعا ديت ارض ايه رملية زاد ان هي تعتبر شب مستنقع عالية ايه الملوح كنا زرعين فيها برضك اربع اصناف كان من ضمن السوبر تلتمية انا وصلت في النهاية ان انا اه في سلال اسمها تلاتة وتسعين تسع وتسعين والصنف في جيزة متسع سبعين ده ناجحهم وجوهولي حوالي من اتنين طن لحد اتنين وستة من عشرة طن في الفدان باستهلاك ماء اقدره بالزبط الفين لالفين وخمسمائة متر مكعب مية دي اتحاق بالطنقيد بالطنقيد اه وكان في يعني تقريبا اه نص الدورة اه نص الدورة طب واتنين ونص او اتنين ونص او اتنين وستة من عشرة طن طبعا ده في الطنقيد وفي الارض ده هيت الفلاحين قالك ان هما ديت ايه اه من 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 حيس الناحية الاقتصادية مجزي بالنسبة لهم جدا عن الدورة اه عن الدورة هما زرعوا الدورة بس ما كانش بيجيب معهم انتاجية بالاضافة ان احنا زرحت ساخة سوبر تلتمية جيزة مية تسعة وسبعين جيزة مية تأمين وسبعين والهاجين مصر واحد في منطقة سهل بركة دراع مارين في الفرفة اه هناك طبعا الاجهادات السلاسية كانت متوفرة درجات حرارة مرتفعة ملوحة في مية الري والارض كانت حوالي ستة لسبعة ملي موز وطبعا بالنسبة لرزة عالي جدا عشان رغم ان هو بيزرح في وجود الماء الا انه حسان زائد طبعا احنا كنا بنزرعه زراعة جافة بيزرع جافة في ارض جافة والرأي كل سبع ايه تيام عشان نزرح سبع هناك طبعا برضك الذي وصل الى نهاية المرسوم بتاع الاصناف هناك هو جيزة مية تسعة وسبعين والسنف ساخة سوبر تلتمية اللي هو موجود عندنا على التربية طبعا بانتاجية حوالي ثلاثة طن في الفدن برضك هذه من الناحية الاقتصادية عالية جدا في هذه المنطقة يبقى اذا كل هذه الطرق او كل هذه الاصناف قادرة على توفير الماء ايجبان عندي بيوفر مية من خلال الصنف اللي انا انتكته واخد بالم عليك انا دلوقتي الساخة سابت وتلتم ده كنت تزارعه على مصاطب في مركز بسيون السنة اللي فاتت ومحافظة اجا على مصاطب بسيون كيف اجا مركز بسيون غربي محافظة غربي اه اه غربي واجا ده قهلية اجا ده اهلية والسنة دي هزرع منه عشر فددين على مصاطب على مصاطب على مصاطب انا صراحة اه روح تقدرت المحصول مرضتش اكتب المحصول الحقيقي عشان اقوله ده راجل سفيه او راجل ايه ربما يعني فشار اه فشار والمزارع موجود وتلفونه معا موجود قال احنا قدرناه خمسة طن بس انا كتبته اه اربعة ونص طن لل ايه ليه الفدان خمسة طن الفدان الرز على مصاطب على وساطب يعني اربعة ونص كتبت انا يعني مش مية وتنبيص ولبس ومشتبه يعني احنا كنا في وقت بناستحي يعني ساعات مدور على اللي يجيب اربعة طن من عزمه ومن ضرابله وطع زم السلام دلوقتي بيستحي انه يقول خمسة طن ببيقول اربعة ونص بسهلك ما كان بقى حضرتك بسهلك ما اربح تلاف وتلتمية متر مكعب تقريبا يعني ووتر يوزق في شنس او كفاءة استخدام ماء او بصمة مائية حوالي واحد واثناشر من مية يعني كل كل واحد كيلو ومية وعشرين جرام بيستهلكوا حوالي بالزبط متر مكعب مية يعني المتر مكعب مية بيديني كيلو جرام ومية وعشرين طبعا في بداية التمينات والسلس دكتور حمدي موجود كان كفاءة استخدام المية في الرز واخد بالمعليه حوالي تمانية واربعين من مية يعني كل متر مكعب مية بيديني فقط ربعمية وتمانين جرام شوف احنا وصلنا فيها بفضل اسد زيتنا وما كنتم وتعليمهم لنا الى هذا الحد يبقى اذا احنا ماشينا على الضرب سليم جدا انا عاوز بربك اضيف الرز وقولك وتقليص مساحة الرز وبتاع طب في الديلتة ده لابد من زراعة الرز عشان طبعا اصلاح اللي هي التربة من الملوحة اللي بتهجيمه وطبقا لاخر الاحصائيات ان المية يعني بإذن الله في العهد القريب سيصل ارتفاحها في البحر الابيض المتوسط حوالي سبعة واربعين سنط سبعة واربعين سنط ديت اذا معظم او مساحات كبيرة من الدلتة سوف يتم التهمها بالاضافة الى ان مساحة الاراضي الملحية طبعا هتزداد اذا مساحة او زراعة الرز في تلك المناطق مهمة جدا للاصلاح زائد الانتاج الاقتصاد وهنا لو مزرحتش رز هاجي في الموسم الشتوي هتكون الارض ملاحة وانت دلوقتي المفروض ساعدتك انت يا راجل اللي بتطع السياسة المائية تأخذ في الحسبان انك ما تظلمش الرز الرز لو هفترض انه متوسط اسلاك وفيه الشتل والاصلاف عليها والطويلة اللي هي متوسطه لهم خمس سلاف متر مكعب مية اخسم منهم بالزبط حوالي ستمية متر مكعب مية لاصلاح الايه التربة غسيل بيستفيد بهم المحصول التالي للروز وانه لو مزرحش الرز سنة سنتين وربعة في شمال الدين تهلاقي ارض ملاحة اذا انت جيت المحاصيل الشتوية تأتي وبعدين انا اخد من كلام انا اخد تاني بعدين اذا كان دكتور حمدي قبل ما انسى النقطة ده انا راجل عجوز وزهايمر زي ما الموانس حمد الشياتي قال الارض لا يستهلك الماء هو بيعيش فيه فانا بصرفه زي ما معالي الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي قال انا وزارتي اسمها وزارة الموارد المائية والري يعني انا باستفيد من كل نقطة مية صرفي التاني في المصارف بارجع عدة وارجع استثمرها واستهليفها اذا ما فيش فقد النقطة اللي انا كنت عاودة شيرلس ياتك لها اللي هي الري بالمية المخلوطة او اعادة استخدام ايه ما هو انا ولتاي اعادة استخدام احنا ما بننجل نفكر بنفكر بعقلية الاقتصاديات بتاعة المية الصح احنا ما بنبيحش يعني احنا برضو مش عاودين نوصل ان احنا بنبيع مية اذا ان تضييق مساحات الارز في مصر قرار سياسي وليس قرار فني لان لا يمكن رجل فني دارس وعالم ان يصدر هذا القرار تقلص مساحات الارز في مصر فيها ضرر اقتصادي وضرر فني وفيها تهديد بتصحر وتملح الاراضي في المحافظات الشمالية اللي بتزرع الرز لان ده معنى انه فيه تهديد لسحب او زحف المية الملحة لتحتها ترتفع في المية الجوفية هتملح للاراضي باعمل ضغط رأسي بالمية العزبة علشان اعمل توازن واصلح الارض اذا ما عادش فيه مبررات ابدا انا بدي لك صنب انا بدي لك صنب كمان فيه مميزات تانية المميزات التانية ما يبقى فيه صنب تصاف الطبيض فيه بتوصل لخمسة وسبعين في المية والتصاف الطبيض في الاصناف التقليدية واصل لتسعة وستين في المية معنى كده ان انا بزود الرز لبيض خمسة في المية في زيادة محصولية في محصول الاكل وما فيش تأثر باي حاجة ونوعية وجودة الرز اللي انت بتاكله عالية جدا يبا احنا كده بنحقق تقدم ولا بنحقق سنين فيه ملحوظة قلتها لك السنتين اللي فاتوا دكتور انا كنت في الخليج وكنت بشوف الارض المصري ازاي يعني هو رقم واحد اربعة دين دولة على مستوى العالم كانت بتستهلك الارض المصري النهاردة باستفاد مين اللي استفادت كاليفورنيا واستراليا او تمام اللي هي المنافس الوحيد المصر رز كاليفورنيا انا كنت بقرأ على الكيز في السوبر ماركت السعودي ارز مصري ارز استراليا من اسر مصري مش كده والمساحة في استراليا مساحة نحبولة لكن كاليفورنيا بتزرع رز و بتنفس به فضل الارض المصري فضل الحاجة انا كنت في الارض هناك مساحات شاسعة بيزرعها بالبرسيم الحجازي برسيم الحجازي استهلاك شوف في كل الحالات سواء رشة او اي حاجة او طبعا هو رش او بالغام استهلاكه للمي بيوصل لحد سباح تلاف متر مكمل سبعة وتمانية اه يعني مستهل وانت جاي حضرك وانت داخل كده على الوحات البحرية وبعدين الفرفرة بتلاقي العربيات النقل الكبيرة محملة دريس بتاع اللي هو الايه بيصدر للخليج وكتبنا وكلنا مرات المرات بعناوين مواشي الخليج او لا بالرعاية لان احنا بنصدر ميطنا في انابيب برسيم مجافأة سلاك المياه في المرسيم الحجازي اقل بكثير من المرس ترجع بقى ان احنا نغزي الخليج ايه المانع ان احنا نزرع روز باسماتي وننتج ونصدر لدول الخليج وعلى فكرة في استعداد ايه المانع ان احنا نزرع روز بيتحمل نقص المياه انك تقدر اربح تلاف وتلات تلاف ونص متر مكعب طبعا الدولة دلوقتي والسياسة بتعتمد على نشط طرق اللي هي توفر الحديث او دقيق او لسمارت او 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 اخد بالسال طب معا هادي الوقت الحمد لله بحاول نطلع اهوو الدكتور حمد اهو طبعا انا عاوز بس ااا اا اا اكد على حق كل اصناف الروز هي من ابناء الدكتور حمد بس هو ابنه صغير ايه مهتمي بيش هو اللي هو الستورة التطمية اصغر ابناء فهو مهتمي بيه احنا الحمد لله كل اصنافنا الحمد لله كويسي وبمفروم الصنفة بتاع الدكتور حمد اللي هو الزغير بتاع ده اللي هو متام بي فانا دلوقتي الحمد لله ربنا كريمني يا دكتور حمد ربنا كريمني وطلعنا اصناف بتتحمل يمكن زراعتها تحت الرئيسة وان شاء الله بدأنا السنة اللي فاتت ونبدأ السنة دي بإذن الله وحضرها تجبع معنا خطوة بخطوة الناس كتير جدا عاوزين يشوف فديت من ضمن مميزات اصنافنا تاني حاجة دكتور حمد بعديدنا عليك انا عاوز اضيف حاجة مهمة جدا الصنف ده يعتبر من اللقم بود فرايتي يعني الاصناف قليلة المدخلات واهم المدخلات يا باشا اللي هي ايه اسميدة النيتروجينية ده عاوز بالزبط شكرتين يوري يعني حوالي ستة واربعين واحدة ايه دلالة ستة واربعين واحدة دي دلالتها ان انا ما موضيفش اسميدة النيتروجين واحدة دي شكارة واحدة يوري شكارتين شكارتين شكارة خمسين كيلو شكارة خمسين كيلو خمسين فيها تلاتة وعشرين بس شكارتين ستة واربعين اه معنى كده اننا بقلل الى اقصى فانت وفرت التل اه لا وكمان حاجة بقى البيئة والتغاري المناخ ما احنا بقول لحد احنا مش شعر على كل وقت بتقلل الى اقل حد ممكن تصاعد غازات النيتروز اللي هي النيتروز اللي هي النيتو او ايه فايه اللي بيحصل بقى ساعدتك الزراعات اللي هي النيتروزن كونديشن او الزراعات الغمر في الرز بتاعتصعد منها كميات ايه عالية جدا من غازل ايه الميسان ولذلك معروف ان الرز بيسمي حوالي اربعة وشرين في المية من غازات اللي هي الاحتماث الحراري اللي هو المتمثل في الميسان وال ايه النيتو او اللي هو اكسود نتروزن لا انا بقى في الزراعات الحديثة سواء الزراع الهوائية اللي هي المساطب الخطوط او الدريب الريجيشن او سبريمشي الريجيشن انا خلاص ما عدتش باومر الارض بالمية معنا كده ان النسبة تصاعد الغاز الميسان من حقول الارض هتكبر منخفضة الى حد الماء هو ده اللي انا كنت اقصد به ايه الاسمارت فرايتي يخفف الاثارب ضرة ويتأقلم معها وهذا ما تم انجازه بفضل الله وعناياتي ورعاياتي واخلاص المجتهدين من امثال الدكتور حمدي وانا ان شاء الله يعني ايه اسأل الله ان ايه اسيره على ضربه وضربه حمدي ما هو الدكتور حمدي بيربي وبتدلكنت وبقى بتطبقهم وبتنفزه الكلام ده وطبعا ساعتك يعني بتشرفنا ان احنا نكون مع حديثك انا ما عالي الى البلاغ انا بنشر ما هو البلاغ ده انا عاوز بس انوى ان القناة الزراعية ديت اصبحت من اكثر الادوات الناجحة في نشر الوعي الزراعي او اه نقل التكنولوجيا نقل التكنولوجيات الزراعية الحديثة طبعا منهم محصول الارض ومحصول الارض طبعا من فضل ربنا عليه ان احنا في مكان فيه كل التخصصات مربي نبات اا اجرونوميست يعني الاجرونومي الفيسيولوجي زائد امراض حشرات حشايش زائد المكون الاخير اللي هو مكون نقل التكنولوجيا اللي هو بينشر الحاجات دي لدى المزارعين بالنسبة للبسمتي او الاصناف اللي حضرتك زمان قلت هو يخشى فقط لغير ان احنا ما عندناش مضارب لها تحلت النقطة دي لا اا هي ما تحلتش بصفة اساسية لكن هتتحل لان فيه اا دا اول مرة مفروض ان فيه حاجة من الرز تتبقى استثمارية بدرجة كويسة تقصد انها وفرت فرص استثمارية جميئة جديدة يبقى فيه تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعني حاجة محتاجة زي نظام الزراعة التعاقدية بس هتنجح لانها مش زي السيستم يعني حضرتك تقصد ان التوسع في انتاج الاصناف دي ممكن يدي للمستثمرين فرص جديدة تمام من استثمار في المضارب انت احنا نسينا مقطة مهمة جدا ان المضارب المصرية في ظل ممكن تشتغل ونشغل ونرجع لكفائتها والتموين والحاجات المهمة دي في سنة من السنين انا افتكر وانا كنت رئيس برنامج الرز القومي في الفين وتمانية احنا صدرنا رز باتنين مليار جنيه غطوا تكلفة امح احنا بيتكلم في الظروف الحالية الرز القامح الضرة المحاصول الاستراتيجية المهمة دي المحاصول الحبوب المحاصول الحبوب كلها المحاصول ترجع لبقرة الاهتمام مش كده وبس الزراعة في مصر الحياة الزراعة في مصر التقدم الزراعة في مصر مش للخلف لا الزراعة في مصر هي الامام هي كل حاجة انا سعيد جدا ان جايزة تتاخذ في الزراعة واللي مصر تبهية اللي واخدها جايزة في الزراعة يعني معنى كده مصر أصل الحضارة وأصل الزراعة وأصل زراعة الحنطة تكون هي الثقافة بتاعة الصينيين زراعة ثقافة الرز هي اللي مشكلة حياة الصينيين الرز ده بيحتل مكانة مرموقة في الصين لو تعرف أنا ستكزوط الصين أبتر معاشر مرات بشوف الاهتمام بشوف التقدم ولا بد أنه ضهير عملوا في مركز تكنولوجيا الرز بتاع سموحة اللي كوموه وراء مركز محطة سخة أنا لا أتكلم إلا فيما يخبرك أنا اللي عارف بقى أنا بسألكم وش أنتوا اتنين في سخة مركز تكنولوجيا الرز ده كان مكلف الدولة كتير كان فيه مضربين منحة من اليابان ومن ألمانيا اتفكك وتشال باللوادر وترمى وراء محطة سخة ده لسه إلى الأنزمة هو خردة لم تتدخل أي جهة فأنها تعين وإحنا حضرتك الحمد لله بلدك بفضل ورعياتي خدنا جزء وركبنا هناك مضرب عندنا بلدك هنضرب فيه الرز لأن أنت عارف حضرتك إحنا بنتج تقاوي الرز طب فساعات بيجبه فيه متخلف تقاوي أو ناتج غربلة أو إلى آخر فإحنا طبعا إحنا عايزين نزود القيمة المضافة للرز لأن أنت يعني الحمد لله قسم الحصة الرز معهد لما حصل لك المركز الحصة العائلة بيعتمد في شغله على أساس الحمد لله على الفلوس اللي هو بتطلعها يعني الدكتور الحمد ده أحد المساهمين جايب لنا السنة دي حوالي مليون ونص حق مربي ده هنشتغل به فإحنا خدنا جزء من اللي هناك طبعا إحنا ما زنبناش حاجة ده مش مليون ونص ده تتأخذ تلاتة مليون مليون ونص معايا ومليون ونص أنا أدت النوية اللي أنتجت من المشروع القومي علشان كان المشروع دايما كان بيسهاجم لا المشروع دلوقتي عبارة عن بتتبنه وزارة الزراعة وأنا بشكر وزير الزراعة إن الاهتمام وبؤرة الاهتمام اتجهت لهذا الموضوع لأن فعلا الاهتمام بالحاجات ديت هي حياة بلدنا حاجة مش خاصة لبحمدي ولا بسيوني ده حاجة خاصة ببلدنا بلدنا والتقدم فيه على فكرة أنا ليه ما اشتغلتش في شركات ولا في غيره لأن حاسس أن أنا لازم أكون استند لكل الباحثين اللي موجودين لأن مش كل الباحثين بتشتغل على وثيرة واحدة لابد أن يكون هناك علماء متيقذين وعارفين إيه اللي بيحصل وحافظين الخريطة الصحة بتاعة الرز ويضعوا مع المسؤولين وإدهم في إدهم الأسس السليمة الوضع الاستراتيجية الصح أنا شاركت في الاستراتيجية بتاعة الرز على مدار سنوات وكنت أتمنى حاجات والحقيقة بدأت بعضها تتحقق بعد عمري طويل عندي نقطة فنية باختصار بعد إذنك ربينا وتعبنا واستنبطنا وطلعنا التقاوي وتوزعت على الفلاح الفلاح ممكن يزرعها طريقته التقليدية حطش كارت التقاوي في الماء ساعتين قبل البدار لوط وابدر وعيش حياتك هل فيه طريقة جديدة أو إرشادات جديدة أقدر أخذ أعلى إنتاجية من السوبر سواء 300 أو 300 واحد طبعا في حدث بس أنا عاوز أكمل حقيقة أننا خدنا جزء من الحاجات المخلفة اللي جاءنا من المدرسة أتمنى أننا أتمنى أتمنى أن نتاقط المدرب وتستكمل اللي هي بتاعة إسكندرية تستكمل في سخة وتعتبر دايرة متكملة وأتمنى أن يكون هناك مدرب للبسمتي وأتمنى أن يكون في مدرب للحباية الأصيرة على نفس الطريقة وننقل كل المنظومة المتكملة طيب أنا وقت خلص والمخرجات عليها الهواء عاوز في أقل من دقيقة بس طبعا طبعا هناك طرق الجديدة للزراعة أنا أقول لك إحنا دلوقتي بنركز عشان الماء على اللي هي طريقة زراعة البزرة الجافة في أرض جافة ودي عندي مين هي إما تصطير بمكانة التصطير أو آلة التصطير أو أزراحها عادي يدوي واخد بال حضرتك أن أنا بعمل طبعا إيه بشيل المحصول السابق بحط الكالسام سوبر في سفاد معدل شكرتين لتلاتة أو أربعة في الأراضي الملحية على حسب الظروف وبعدين بحرة الأرض وشي واثنين وتلاتة وأجي أعملها التصطير بالليزر وأجيب بعد كده التصطير وأسطة دي إحدى الطرق الحديثة وطبعا برضك بوصي بإضافة إيه شكرتين بس يوريا لسوبر بالذات لأن لو زودت عن كده بيقيل للإنتاجية للأسف التترة ينزل والوقت خلص والمخرج زعلان مني حضرات السادة المشاهدين كانت حلقة سوبر بالفعل أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغار وأنا متأكد أنهم وطنيين أيضا علمائنا في مركز بحوث البساتين ليحزوا حزوا مركز بحوث المحاصيل وهم زملائهم لدراسة كيف يمكن أن ننجو بنصر من مهلكة التغيرات المناخية على الأصناف الفاكهية نلقاكم في الإسبوع المقبل في حلقة عن هذه النقطة وإلى أن نلتقي تصبحون على ألف خير بشكر جزيلا أستاذنا الدكتور حمد الموافي وأستاذنا الدكتور بسيوني زايد من قسم بحوث الأرز في معهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية وتصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر